بيبدأ المسلسل مع سجين اسمه كوبرة وبيكون وقتها خارج من السجن وبيسلم على زميله المساجين وده لان الكل بيحبه وليه شعبيته الكبيرة في السجن وبيروح على امانات عشان ياخد لبسه حاجته ولما بيخرج من السجن بيتفاجئ ان ما فيش حد مستنيه وشوية وفي الطريق بيلاقي سيكا صاحبه جه وبيسلم عليه وبيهنيب وخرجه من السجن وبيركب كوبرة مع سيكا على الموتسكل بتاعه وبيطلب منه يودي لمحال الجزارة بتاع المعلم شايخون ولما بيوصلوا بيرفو تسيكا يدخل مع كوبرة وبيعرفوا انه تعبانه مش مرتاح لدخلتهم ببيطمنوا كوبرة انه هيقول الكلمتين اللي عنده لشايخون وهيمشوا واول ما رجالت شايخون بيشوفوا كوبرة بيتفاجئ انه خرج من السجن وبيبانى عليهم الغل والكر وبيمسك ساعات حرب اخو شايخون السطور وبيتكلم مع كوبرة بصغط التهديد لكن كوبرة ما بيفرقش مع كل دولة بيخاف وبيعرفوا من هنا عشان ياخد حساب العملية لتسجن بسببها لكن حرب بيغلط في كوبرة وفهمه كمان وفي اللحظة دي بيهجم كوبرة على حربي وبيضربوا بعم وبيدخل مع رجالة شايخون في سرع عنيف ومحدش منهم بيقدر يوقف قدامه ووقتها بيوصل شايخونه وبيوقف الكل وبيقولهم ان الازان بيقدن واللي بيعملوه ده مش مسمح وقت الازان وبياخدهم وبيصلي بيهم جماعة وبعدها بيتكلم كوبرة مع شايخون وبيسألوا ليه سابوا يتسجن وما ساعدوش فبيقولوا شايخون انه جاب له بدل المحامي عشر محامين لكن محدش عارف يخرجوا وبيفكروا انه هو اللي بوز العملية عشان انقذ البنت الصغيرة فبيقولوا كوبرة ان البنت الصغيرة ما كانش لها زنب بلا بوها عملوا لكن شايخون بيحذروا من الحنية لان الحنية في شغلهم اتخسرهم وتوقعهم ببيطلب منه كوبرة باقي فلوسه ولهم امتين وخمسين الف جنيه فبيستغرب شايخون لان فلوسه كان بيوصل منها خمسة الاف جنيه كل اول شهر لاهل ولكن كوبرة ساعتها بيعرفوا ان ده ما حصلش واول ما شايخون بيقعد مع كوبرة وحرب لوحدهم بيتام حرب كوبرة انه كذاب لكن كوبرة بيقولوا انه هو اللي بيجذب ونصاب فبيهديهم شايخونهم الاتنين وبيقولوا كوبرة انه هو يديله بدل المتين وخمسين الف جنيه مليون جريب حالهم ولكن لازم يخلص له عملية جديدة لان الفلوس مش معه دلوقتي فبيرفض كوبرة انه يرجع الشغل ده تاني وبيعرف شايخون انه هيستنى لحد ما يكون معه المبلغ وبياخد بعدها سيكا وبيمشي وبيروح كوبرة مع سيكا للحارة اللي عايشين فيها وبيكون كوبرة ساعتها مكسوف يوري وشه المامتو لانها ما زرتوش ولا مرة في السجن وبيفكروا ان مامتو احسن ستطيبة وحسسة وفحالها وفجأة بيلاقي الجران كلهم بيسرخوا ولما بيطلع كوبرة المامتو بيلاقيها ماس كشبشب وبتضرب في الجران فبيتدخل في النص وبيسلم على مامتو وبيحاول ساعتها يهديها هي والجران وبيسأل اخته سامح عن جوزة فتحي ولما بيدخل البيت بيلاقي فتح في الحمام وقاعد في البنية وبيغني فبيتخاني معاشا ساب ستات البيت تخاني وفي الوقت ده بيعاتب شايخون اخوه حاربي عشان كان بياخد فلوس كبرى لحسابه بدل اهله وبيعرفهم ويخصم الفلوس دي منه كل شهر عشان يتقدب وما يتصرفش من دماغه تاني وبالليل بيكون كبرى قاعد بيتعشى مع مامته اخواته البنات وبيسأل سامح اذا كانت حامل وهتفرحهم قريب فبيقوله فتحي انهم جربوا الحقن المجهري وما نجحش فبيتدقى كبرى عشانها وبيغير الموضوع وبيسأل اخته منال عن خطبها فبيرد فتحي عليه تاني وبيعرفوا ان خطبها سابع عشان عارف انه مسجون وبيكمل كلامه وبيعرفوا ان اخوه عبد الرحمن ساب كليته رائavan. وبيتخانق مع مجموعة من البلطجاة في الشارع وبيوصل كبرى في الوقت ده وبيبعد البلطجاة عن اخوه وبيسال عليه وبيحضنه وبيفرح عبد الرحمن جدا لما بيشوف كبرى ووقتها بيسأل كبرى عبد الرحمن ازاي ساب العلدي تضربه وبيمسك واحد منهم وبيوقظه على الأرض وبيطلب من عبد الرحمن انه يضربه ااخد حقه منه وبيفرح عبد الرحمن وبياخد حقه من اللي ضربه وابعدها بيواعد كبرى وعبد الرحمن مع بعض وبيعتبه انه ساب الكلية لانه كان ممكن يشتغل هو بيدرس وساعتها بيلحظ كبرى ان موبايل عبدالرحمن بيرن كتير وبياخد باله انه متوتر ومش عايز يرده قدامه فبيكبره وقتها انه يرد على الموبايل ولما بيرد عبدالرحمن على الموبايل بيتصدم كبرى ان اخو بيشتغل ديلر وبيضربه بالقلم وبيكسر الترابيزة اللي عادين عليها فبيقوله عبدالرحمن ان ده طبيعي يحصل بما ان اخو كبير سوابق وكان مسجون فبيسأله كبرى عن الشخص اللي شغل حسابه وبعدها بيروح كبرى لشيخونه وبيهجم على حربي وبيضربه وده بعد ما اعرف من عبدالرحمن انه شغل حساب حربي وبيحذر حرب انه يقرب لاي حد من ايلته تاني عشان ساعتها مش هيرحمه ولما بيرجع كبرى للبيت بيقعد مع مامته وبتعرفوا انها زعلانة منه لسه لانه اكتر واحد في اخواته عارف هي قدي تهبت عشانهم وشئت عليهم وفي النهاية الناس بقيت تعييرها بيبوس كبرى رأسها وبيعرفها انه غلط وتعلم وهيفتح ورشة بابا من بكرة عشان يكلوا ويقشوا بالحلال وتاني يوم الصبح بيفتح كبرى ورشة بابا وبيجرب العربية الاقديمة اللي ماركونة فيها عشان يصلحها وفي نفس الوقت ده بيجي سيكة وبيعرفوا ان فيه سباق هياخدوا منه فلوس كتير بس العربية بعشرة الاف جنيه فبيطلب منه كبرى وقتها انه يطلع تحويشة عمره عشان هيكسبوا السباق ده وساعتها بيكون سيكة هلقان ومش متطمن ولكنه بيوافق في النهاية وبالليل بيروح كبرى وسيكة للسباق بعد ما كبرى صلح العربية اللي كانت في ورشة بابا وفجأة وهم في الطريق بيلوا عربية نقل اللي دخلت فيهم وبيعملوا حادثة وبيكتشف كبرى ساعتها ان اللي عمل فيهم كده وقق حاربي وبياخد منهم العشرة الاف جنيه كمان وبيحاول كبرى بعدها يخرج نفسه من العربية هو وسيكة بعد ما تقلبت بيهم وبعدها بيرجع كبرى للبيت وبتتداق منه مامته لما بتشوفه متعور وبتكون فاكرة انه رجع لسكة الحرام تاني وبتتهمه ان اخوه ماشي في سكة الحرام هو كمان عشان شاف اخوه الكبير بيعمل كده وبتهدده ان لو حالو من صلحش هتترده من البيت ولما بيعرف شيخون اللي حصل بيتخانق مع حربي وبيعرفوا انه كبرى تابع ومش هيسمح لأي حد يقرب منه فبيتداق حربي منه وبيفكروا ان هو اللي اخو مش كبرى فبيقولوا وشيخون النغابي ومش فيهم حاجة وبعدها بنشوف طفلة صغيرة اسمها جودي وهي قاعدة حزينة لوحدها في المدرسة ومسكة سلسلة فيها صورة لمامتها وبتيجي منال اخت كبرى اللي بتشتغل مدرسة في المدرسة وبتتكلم مع جودي وبتسألها عن الست اللي في الصورة بتقول لها نديم مامتها لكن ميتها وهتروح هي واباها واختها عشان يزروها ويقرولها الفتحة ووقتها بيكون كبرى قاعد مع سيكة في الورشة وبيفكر هيعمليه بعدما العربية بزت في الحدسة وساعتها سيكة بيعرف انه تعبين فبيرد عليه كبرى بعصبية عشان كل شوية يقوله نفس الكلمة وبيشوف كبرى وقتها عبدالرحمن نزل من البيت فبينده عليه عشان يقعد معي وبيخلي سيكة يمشي عشان يكونوا لوحدهم وبيطلب من عبدالرحمن انه يرجع لكليته تاني لانه مش عايز يضيع مستقبله زيه فبيوافق عبدالرحمن وبيحضن كبرى وبيعتذر له وفجأة بيجي سيكة تاني وبيقول له كبرى ان في مصيبة حصلت فبيكتشف كبرى ان الشرطة في الحارة وبيلقهم قبضين على سمح اخته عشان عليها وصولات امانها ما تدفعتش وساعتها بنعرف ان شايخون اللي عمل كده وبيروح كبرى لشايخون وبيطلب من فلوسه لان اخته مزجونة عشان ما دفعتش اللي عليها لكن شايخون بيعرف انه لو عايز الفلوس يبقى لازم يرجع يشتغل معاه تاني وبالليل بيخاطط كبرى انه يسرق خزنة شايخون اللي شافها في مكتبه وبيكون معسكة في الوقت ده وبيدي الكبرى شاكوش وشنيور عشان يفتح بهم الخزنة فبيتعصب عليه كبرى بسبب غباء وفجأة بيدخل عليهم رجالة شايخون وبيهددهم بالمسدسات وبيقعد معهم شايخون وبيوريهم تسجيلات كاميرات المراقبة وهما بيسرقوهم وبيعرفهم انه هيسلم التسجيلات دي للشرطة وبيهدد كبرى انه كده كده هيرجع السجن تاني لكن لو عايزوا يمسح التسجيلات دي يبقى لازم ويوافق يشتغل معاه فبيضطر كبرى يوافق وقتها وتاني يوم بيقدر كبرى يخرج سمح من السجن بعد ما اخد جزء من الفلوس بتاعته من شايخون وبيلاقي كبرى مامتو مستغربة جاب كل الفلوس دي منين فبيجدب عليها وبيقولها انه باعة العربية اللي كانت في الورشة وبعدها بيروح كبرى لشايخون وبيبدأ يزبط الخطة عشان الشغل اللي طلبوا منه وبنعرف وقتها ان شايخون طلب من كبرى يسرق بنك وبيفاهموا كبرى الخطة هتمشي ازاي وبيحسب عدد ابواب الدخول والخروج الموجودين في البنك لغير الكاميرات اللي موجودة في كل حتة وبيشتارت على شايخون ورجالته ساعتها ان العملية دي ما يكونش فيها دم ويوم العملية بيهجم كبرى ورجالة شايخون على البنك وبيكونوا لبسين اقناع ومتخفين ومعهم اسلحة وبياخدوا كل اللي في البنك اسرى لحد ما يسرقوا كل حاجة منه وهم بيهربوا بيقتل حربي واحد من الامن فبيتصدم كبرى ساعتها وفي الطريق بيتخانق كبرى معهم بسبب اللي حصل فبيحاول حربي هو ورجالة شايخون يقتلوا كبرى زي ما اتفقوا مع بعض لكن كبرى بيقدر يوقع حربي ورجالة شايخون برا العربية وبيروح كبرى للمكان فاضي في الصحراء وبيغير الهدوم اللي كان لابسها وبيحط الفلوس وسباك الدهب اللي سرقوها في الشرط بتاعته وفي نفس اللحظة دي بيجي له تليفون من سيكا وبيعرفوا ان العمليات صوارت صوت وصورة بسبب كاميرا في البنك سرية والفيديو نزل عنه عشان فرض الامن اللي مات والشرطة بتدور عليهم في كل حتة فبيقف الكبرى المكالمة بسرعة وبيشوف ساعتها الهارد اللي سرقوا من الخزن رقميه 27 وبيفتكروا وقتها كلام شايخون عن اللي موجود في الخزنة دي تحديدا وقدي الهارد ده مهم بالنسباله وبعدها بيغرق كبرى العربية اللي كانوا راجبينها بنزين وبيحرقها وبالليل بيتصل كبرى بشايخون وبيعرفوا انه فاهم الفيلم اللي تعمل عليه والحاجة اللي ما عمش هيشوفها فبيتعصب عليه شايخون وبيهدده لكن كبرى بيرمي الموبايل وبيطنشه ووقتها بيكون حار بيقعد مع شايخون وبيجدب عليه وبيقولوا انه كبرى ضحك عليهم وضربهم عشان يقرب بالحاجة اللي سرقوها وفجأة بيتصل شخص مهم اسمه عزيز الخيال بشايخون وبنعرف ان الهارد ده يخصه وعايزه ووصى شايخون انه يسرقه ولو فبيطمنه شايخون ان الهارد هيكون عنده ولما بيقف المكالمة مع عزيز بيزعق لرجالته وبيعرفوا منهم هينتهوا واحد واحد لو عزيز ما وصلش للهارد ولازم يلاقوا كبرى في اسرع وقت وفي الوقت ده بيحقق الزابط حازم مع واحد من رجالة شايخون اللي اتصابه ومسكور وبيسأله عن باقي افراد العصابة اللي كان معهم وقت سرقة البنك فبيجدب وبيقوله انه ما عرفش اي حد فيهم غير شخص واحد بس هو كبرى وبيقول الزابط كل المعلومات اللي تخصه كبرى وساعتها بيوصل كبرى للحارة ولما بيشوف سيكا بيطلب منه يرايب كل حاجة حوالين الحارة ولو حس ان في حد غريب جاي عليهم يبلغوا وبعدها بيطلع اللي بيته وبياخد سماح على جنبه وبيديها فلوس كتير عشان مصاريف البيت وبينبه عليها ما توريش الفلوس دي لحد فبتسأله سماح جاب كل الفلوس دي منين فبيجدب عليها وبيقولها ان جاله شغل في اسوان ولازم يسافر وصحاب الشغل دفعوله عربون مقدم وبعدها بيتكلم كبرى مع عبد الرحمن وبيعرفه ان راجل البيت من بعده ولازم ياخد باله من ام واخواته وفي نفس اللحظة دي بينده سيكا على كبرى وبيعرفه ان الشرطة داخلها الحارة ولازم يهرب بسرعة وساعتها احسان بتتصدم وبتتدائق منه بيقولها ان كل اللي حصل كان غصبا عنه وبيسيب البيت وبيمشي بسرعة وبيطلع لبيت الجريان عشان ينط من البلكونة بتاعتهم لبلكنة البيت اللي قصادهم لحد ما بيقدر يهرب ويوصل لسيكا وبيركب مع الموتسيكل وبيتحركوا من الحارة وبعدها بيودع كبرى سيكا عشان لازم يهرب لوحده وبيوصيه خطباله من اهله وفي الوقت ده بيكون الزابط حازم في بيت كبرى وبيعرفه من كبرى سرق بنك وقت الفرد من افراد الامن واي حد عرف مكانه ومش هيباله شرطة عنه هيعتبره الشيك في الجرائم دي كلها وبعدها بيكون كبرى راكب ميكروباس وبيطلع من شمطته الصورة ليه واصحابه اللي اتعرف عليهم في السجن وبيفتكر ساعتها لخناقات اللي كانوا بيعملوها في السجن سوا وفجأة بيسمع واحد من الركاب بيسأل سواء الميكروباس عن الكمين اللي داخلين عليه فبيتصدم كبرى وبيقرر في اللحظة دي ينزل من الميكروباس ويبعد عن الكمين ووقتها بيكون حازم وافراد الداخلية متجمعين وبيدرسوا الملف الخاص بكبرى وبنعرف ان اسمه الحقيقي علي وتشعر بكبرى لان لدغته زي التعبان بتموت وابوه ماته واصغير وسبل ورشة ميكانيكا ويتعلم كبرى ازاي يزبط العربيات ويرجع جديدة ودخل في مراهنات كتيرة في سباق العربيات ده غير ان خلوه عرف الجن مسجل خطر ومجرم ونصاب حلات اللي في الحارة وبيظهر فيها سيكا مع كبرى بيامره حازم انه يقبض على سيكا في اسرع وقت وفي الوقت ده بيهجم شيخون ورجالته على بيت كبرى وبيامرهم يفتشوا البيت حت حت على الهرض ولما بيعترض عبد الرحمن على اللي بيحصل بيت خانق شيخون معه وبيهدده وبعدها بيروح الزبط حازم لشيخون وبيسألوا ليه هاجم على بيت اهل كبرى فبيوريه الفيديو بتاع كبرى وسيكا وما بيحاولوا يسرقوا الخزنة بتاعته وبيجدب عليه وبيقولوا انه كبرى سرقه وكان عايز يرجع حاجته لكن حازم بيعرفوا انه في حالة زي دي المفروض يلجأ للشرطة مش يتهاجم على بيوت الناس وبعدها بيروح كبرى لطلعت وده واحد من صحابه اللي تعرف عليه في السجن وبيطلب منه يقعد معه شوية ويخبيه فبيرحب بيطلعت جدا وبياخدوا المكان في دميات بعيدة عن الانظار وبيعرفوا على عم فرغالي حارس البيت اللي يقعد فيه وبيحس كبرى في الوقت ده ان البيت مهجور وغريب لكن طلعت بيطمنه وبياخده بعدها عم فرغالي عشان يوريه القوضة اللي يقعد فيها وبيديله مفتاح بتاع البيت وشمع عشان الكهرباء بتقطع كتير ولما بيمشي فرغالي وطلعت من البيت بيحس كبرى ان البيت في حد تاني غيره وبيشوف ضل ورباب الحمام لكن لما بيفتحه بيلاقي فاضي وبيقرر ساعتها يتوضى ويصلي واول ما بيقف في صلي بيسمع اصوات كتير بيتكلمه فبيخاف جدا وبيفهم من البيت مسكون وفجأة بيلهي البيت كله بيتحرق وبيحاول يطف الحريقة بأي طريقة فبيتجمع كل الناس اللي موجودة في البلد ومن ضمنهم طلعت وفرغالي وبيقول فرغالي للناس انه كان فاكر ان البيت خلاص ما بقاش مسكون وعشان كده خلاص صاحب طلعت يقعد فيه وفي نفس اللحظة دي بيخرج كبرى من وسط الدخان فبيستغرب الكل وبيتفاجئ لان دي اول مرة ينجو فيها حد من البيت والحريقة وبيجري على كبرى وبيتمسحوا فيه وبيقولوا عليه انه ولي من اولياء الله عشان قدر يهزم الجن والعفريت وساعتها بيكون سيكة عند حازم في الاسم وبيخاف جدا وبيحلف انه ما يعرفش اي حاجة عن كبرى فبيدخلوا خالد الحبس لحد ما يفتكر ويتكلم وتانيوم الصبح بيوصل حازم بنته جودي للمدرسة وبتستقبلها منال بحب وبيباني عليها يوحازم اعجابهم ببعض ووقتها بيصحى كبرى مغضود من خبط طلعت وفرغالي على الباب وبيلاقيهم بيلبسوا طائية وجلبية وسبح وبيخلوا شكله زي الشيوخ اللي بيدعونهم اولياء لان اهل البلد عايزينه عشان يتبركوا به وبيكون كبرى ساعتها مصدوم اللي بيحصل معايا ولما بيخرج من البيت بيلاقي ناس كلها متجمعها ومجهزين لكرسي عشان يوعد عليه وعايزين يعرفوا ازاي يقدر يحرق الجن مبارح وبيقرب منه واحدة من الناس ومعها بنتها وبتطلب منه يفرد لها شعر بنتها عشان شعرها خشن ووحش فبيتكلم كبرى مع البنت وبيقولها انها زي الامر وما تسمعش كلامه متى تاني وبيطلب بعدها من طلعت انه يخلصوا من الموضوع ده وبيسيبهم وبيدخل البيت طب يدخل وراه طلعت وفرغالي وبيقنوه طلعت ان ايدي احسن طريقة خليه الدرة في البلد من غير محد يشك فيه ولو حد فكر يقرب منه الناس مش هتسكت له فبيقتنع كبرى بكلامه وبعدها بيدي كبرى فلوس كتير لطلعت عشان يجيب له بيهم موبايل ولابتوب وفي الوقت ده بيكون شايخون قاعد مع عزيز الخيال اللي بيعرفه ان الهارد اهم من روحه ولو ما ظهرش يعتبر نفسه ميت وفي نفس اللحظة دي بيكون حازم عند شخص اسمه جمال وبنعرف انه صحف كبير ومزيع وهو صاحب الخزن الرقم 27 اللي سرق منها الكبرى الهارد وبيقول ساعتها جمال الحازم من الهارد عليه تحقيقات صحفية وده بيخالي خالد يستغرب وبيسألوا ليه قرار يحتفظ بتحقيقات جوى خزنة البنك فبيعرفوا جمال ان عنده نسخ تانية من الموجود في الهارد عشان كده ما هتمش بسرقته ولما بيمشي خالد بيفتح جمال اللابتوب بتاعه وبيكتشف ان الملفات اللي عنده ممسوحة وبعدها بيكون كبرى مع اللابتوب اللي اشترهه له طلعت وبيقرر يفتح الهارد عشان يشوف ايه المهم اللي عليه وساعتها بيتصدم لما بيشوف فيديو العزيز الخيال هو بيتهجم على بنت مراه قسمها اناس وخايفة منه وبعدها بيتصل الكبرى بشيخون وهو مداء منه وبيعرفوا انه عارف خلاص اللي موجود في الهارد فبيتجنن شيخون ساعتها وبيسألوا عن مكانه لكن كبرى بيعرفوا انه هيولع الدنيا لو اخوه حربي ما راحش يسلم نفسه للشرطة واعترف ان هو اللي هجم على البنك وقتل فرد الامن فبيتعصب الشيخون عليه جدا وبيهدده انه هيبهدل اهله لو مدلوش الهارد فبيهدده كبرى وبيقوله انه هيفضح عزيز الخيال لو حصل الاهله حاجة وبعدها بيبعت كبرى لسيكا رسلة صوتية وبيطلب منه ينزل تطبيق يتكلمه عليه عشان التليفونات مترقبة وبينفي السيكا طلب كبرى وبيتكلمه صوت وصورة وبيحكي الكبرى ان الشرطة ابضت عليه وحبسوه عشان يعترفه وفين فبيقوله كبرى انه عايز يطمن على اهله وما يتصلش به اغرع التطبيقه بس فبيروح سيكا لأهل كبرى وبيخلي كبرى يكلمهم صوت وصورة وبتكون مامته احسان ساعتها متضايقة منه ورفضة تتكلم معاه وبتسيبهم كلهم وبتدخل قدتها من غير ولا كلمة وده بيزعل كبرى جدا لانه مقتلش حد ومامته مش ميصدقه وفي الوقت ده بيكون عزيز اهد مع جمال وبيعرفوا ان خزنته في البنك خلاص بقت فاضية وبيتكلم مع جمال بصغط التهديد لكن جمال بيستفزه وبيعصابه وبعدها بيقعد جمال مع شيخون وبيعرفوا ان الشداد وحريقة لتقابض عليهم دول من رجالته يعني الهاردة اكيد معاه وبيهددوا انه لو ما رجعلوش الهاردة هيبلغ عنه الشرطة انه هو اللي خطت لسرقة البنك لكن شيخون ما بيفرقش معاه وبيقولوا ان الرجل نظيفه محدش يعرف يمسك عليه غلطة وبعدها بيسيب جماله وبيمشي وفي نفس اللحظة دي بيكون رجالة عزيز مرقبين شيخون وبيبلغون شيخون لسه نازل ما عند جمال وفي اسم الشرطة بيكون حازم مستدع حربه وبيعرفوا ان لو حصل اي جديد وما قالوش عليها يسجنه وساعتها بيلايه منال دخل عليه وبيخاف يكون جودي بنته حصل لها حاجة فبتقولوا انها هنا عشان هو استدعيها وبيتفاجئ حازم وقتها ان منال تبقى اخت كبرى وبعدها بيحقق حازم معها وبيسألها امتى اخر مرة شافت فيها كبرى فبتقولوا انها شافته لما كانت رايحة للمدرسة الصبح ولما رجعت البيت عرفت انه مش موجود وهربون فبيستغرب وبيكون عايز يتأكد منها كانت فين وقت ما كانت الشرطة بتفتش بيتهم على كبرى فبتقولوا ان كان عندها درس وبيبانى على حازم وقتها انه مش مصدقها وده بيخلي منال تدقي منه وتتعصب وبتعيط وبتنهر من الموقف اللي اتحطت فيه وفي الوقت ده بيكون كبرى وافق قدام البحر وبتشوفوا بنت اسمها حنان من بعيد وبتكون معجبة بيه وبتفضل مرقبات لحد ما بيوصل البيت اللي هو قاعد فيه من غير ما تقرب له او تتكلم معاه وفجأة بيطلع كبرى من البيت وبيمسك حنان وبيدخلها البيت وبيكون مصمم يعرف منها مين اللي باعتها فبتحلف له انها مش مبقوطة من حد وانها هنا عشان ارفت انه ولي وعايزها يسعيدها عشان يجيب لها جن عشق كل خميس ومش عارفها تتجوز بسببه فبيقول لها كبرى ان مشكلتها تتحلي بس مش دلوقتي وبيطلب منها تمشي وهو هيبقى انده لها وبالليل بيكون كبرى قاعد في البيت لوحده ووقتها بيسمع اسواد غريبة تاني في البيت فبيقوم يدور على مصدر الصوت وساعتها بيشوف جملة مكتوبة على حيطة باسمه وفجأة حد بيهجم عليه وبيضربه وفي الوقت ده بتكون منال اعدم عمامتها وبتقول لها ان وضعهم بقى صعب بسبب تصرفات كبرى محدش هيفكر يتقدم لها ولا هتتجوز بسبب سرته اللي بقت على كل لسان ووقتها بيكتشف شيخون من مراته ان بنته ما يتخطفت وبيقرر يقلب الدنيا هو وحاربي لحد ما يلاقوها وتاني يوم الصبح بيصحى كبرى وبيلاقي نفسه نايم على الارض ووقتها حنان بتخبط عليه وبتقولوا ان البلد مقلوب عشان لقوا محاتاتة مقتولة والكل بيقول ان الجن اللي عمل كده لان مكتوب على جبنها الدم بالدم يا محاتاتة زي ما بيحصل دايما بيستخرب كبرى لان دي نفس الجملة اللي شافها مكتوبة عن حيطة قبل ما يغم عليه وبيتوتر جدا لما بيعرف ان الشرطة في كل مكان فبيخلي حنان تدخل البيت معي وبيوهمها انه هيرقيها عشان الارسان يجولها فبتوافق انها تقعد في البيت معها بالرغم من خوفها من الجن وبتقولوا انها محتاجة لحل عشان الارسان بيشوفوها اردة لكن كبرى بيبص عليها باعجاب وبيقولها انها حلوة وجميلة فبتفرح حنان جدا ساعتها وبتتكسر وبعدها بيخرجوا ساعة وبيعودوا على البحر ووقتها بيجي واحد من جران حنان وبيتخاني معها عشان خارجة مع راجل غريب فبتعرفوا ان ده الوالي وبيساعدها لكن جارها واللي معها بيقرروا يضربوا كبرى فبيضربوا كبرى بسهولة وبيهرب الباية من الخوف فبتفرح حنان ساعتها ان لها حد بيدفع عنها وبتطلب منه رقم تليفونه عشان تكلمه لما الجن اللي عليها يحضر فبيقولها انه يقافل تليفونه دايما عشان مش عايش شخص معين يوصله فبتسخر منه حنان وبتعرفه ان سهل الشخص ده يوصله عن طريق الشريحة فبيتصدم كبرى وفي نفس اللحظة دي بيروح فتح الحربي وبياخد منه فلوس مقابل انه يعرف له اي حاجة عن كبرى وبيقوله انه لما كلمهم كان في مكان في بحر ولو عايز يوصله يبقى لازم يرائب سيكا عشان هو اللي على تواصل معه دايما وسر الكبرى مش مع حد غيره وبعدها بيكون سيكا ماشي في الشارع فبيلاي ميكرو باس ويف قدامه فجأة وبينزل منه شخصين وبيخطفوه اما الشرطة فبتعرف توصل لمكان كبرى عن طريق الشريحة اللي معاه وبيعرفوا ان المكانه في دميات وتحديدا في راس البر فبيطلب خالد من زميله يتصل بمديريت امن دميات عشان يجهزه وساعتها بيروح كبرى لمحل موبايلات هو وحنان وبيشتري موبايل جديد عشان يحط في الشريحة بتاعته وبيطلب من حنان تروح دلوقتي على بيتها عشان عنده مشوار مهم وبعدها بيلاقي ستة كبيرة شايلة ثبت في وز فبيمثل انه بيساعدها عشان يحطه جواة ثبت الموبايل بالشريحة وبيرجع تاني للبيت اللي قاد فيه وبياتفاجئ باهل البلد ووقفين قدام البيت ومستنيينه عشان ياخدوا البركة منه ويحل المشاجل بتاعتهم وفي الوقت ده بيجي تصلى حازم من شرطة دميات وبيعرفوا انهم مش لقين كبرى ومكان الشريحة تغير فبيقولهم حازم انهم لازم يتابعوا تحرقات الشريحة اول بول لانه كبرى لازم يكون عنده النهاردة قبل بكرة ووقتها بيتفاجئ شيخون ان حاربي خطف سيكا وعبد الرحمن اخو الكبرى ورابطهم وحبسهم عشان يجبرهم يقولوا مكان كبرى فين فبيتعصب شيخون بسبب تصرف حاربي وبيعرفوا انه كبرى كده هيئة المية بنته عشان اخوه لكن حاربي بيطمنه وبياخدوا تلفونات سيكا وعبد الرحمن عشان يفتشوها كويس وفي نفس الوقت ده بيكون كبرى قعد مع حنان في مطعم وبياكلوا سوا وبيعرف منها انها وحيدة واهلها كلهم ميتين فبيطمنها انها مش لوحدها ويكون جنبها في اي وقت ولما بيسيبها عشان يروح للحمام بيجي تاني جار حنان وبيتخانم معيها فبيرجع كبرى وبيضربه تاني وساعتها بيكون حاربي وشايخون قاعدين بيعذبوا في سيكا وعبد الرحمن وفجأة بيوصل لشايخون فيديو لبنته فبينهاره بيقوم يضرب في عبد الرحمن بعمف وبيقول لحاربي انه مضغز جدا عشان مش عارف يوصل لكبرى لحد دلوقتي وبيعرفوا انه هيديروا رقم يدوروا وراه وبيحذروا يئذى عبد الرحمن لان ساعتها بنته هي كمان ممكن تتئذي ووقتها بيكون جمال بيصور في مكتبه وحلقة جديدة من برنامجه الصحفي وبيتكلم فيه عن كبرى وجرايمه ولما بيخلص تصوير بتوصله رسالة من عزيز وبيطلب فيها منه انهم يتقابلوا عشان عايز يتكلم معاه وفي نفس الوقت ده بيكون عزيز قاعد مع الناس اللي كان بيحاول يعتدي عليها في الفيديو وبيعرفها ان جمال اللي سلمته الفيديو وبيعته ليه بيتفق معه عشان ياخد منه فلوس ويسكت وفي النهاية هي اللي هتطلع خسرانة وكان المفروض تسكت زي بقى اخواتها في الدار وبنعرف ساعتها ان عزيز بيمتلك دار ايتام وبيعتدي فيه على البنات وبيكون كبرى قاعد مع مفرغالي اللي بيحكي له عن قصة البيت اللي هو قاعد فيه وان اصحاب البيت تلبسه من الجن ومن ساعتها والبيت مسكون واللي بيقرب منه بيموت لكن كبرى بيبنى علينا مش مقتنع بكلامه ولما بيرجع للبيت بيكتشف ان الهارد وفلوسه تسرق فبياخد مسدسه وبيروح لطلعت وبيهدده عشان شاكك ان هو اللي سرقه فبيقوله طلعت ان اللي سرقه الجن وبيزعل منه عشان شاك فيه وبيعرفه انه هيدور معاه لحكت في كل حتة والتاني يوم الصبح بتكون امه كبرى قال انا جدا على عبد الرحمن عشان ما رجعش البيت من امبارح ومبايله مقفول فبتقرر منال انها تنزل تبلغ الشرطة ووقتها بيقابل عزيز جمال وبيفكره بالدعم اللي بيدعمه للجريدة بتاعته وده مقابل انه ما يجيبش السرطة في اي حاجة فبيقوله جمال انه ما كانش يعرف ان الدعم اللي هيقدمه للجريدة هيكون المقابل بتاعه انه ينظف وراءه وساعتها بيوصل لحزم تقريره عن تحركات الشريحة وبيلقيها بتتحرك لاماكن غريبة وكل الاماكن دي كبرى مش موجود فيها فبيفهم انه بيلعب بيهم وانه لسه في دمياط وبعدها بيجي واحد من رجالة شيخون وبيعرفوا انه في رسالة جات لسيكا من كبرى وبعدها بيعرف من اللي طلب منهم يرقبوا شريحة كبرى ان الشريحة كانت في الراس البر في دمياط ودلوقتي بتتحرك من مكان لمكان وفي اللحظة دي بيجي لشيخون اتصال من عزيز الخيال وبيطلب منه يشوف الرسالة اللي بعتها له على الواتساب فبيتصدم شيخون لما بيلاقي فيديو البنته ويا مخطوفة وبيفهم ان عزيز هو اللي خطف بنته مش كبرى فبيهدد عزيز ساعتها انه لو ما جابلوش كبرى ولهرد هيقتي لبنته فبينهر شيخون وبيندع لحربي ورجالته وبيتحرك بهم على بيت عزيز فبيخرج عزيز وبيتكلم مع شيخون بكل هدوء وبيعرفوا ان بنته مش في بيته ولو فكر يقرب منه خطوة كمان بنته هتموت في نفس اللحظة وبيفكروا انه طلب منه كتير يجيب له الهرد من كبرى لكنه لحد دلوقتي ما تصرفش ومعاملش اي حاجة وفي الوقت ده بيتصل الكبرى بسماح من تليفون موجود في كشك في الشارع ولما بترد عليه بيعرفها انه قلان عليهم لان سيكا مش بيرد علي نهائي فبتقولوا ان سيكا وعبد الرحمن مرجوش من مبارح وما حدش عارف مكانهم فين وفي نفس اللحظة دي بيكون حربي قاعد بيعذب في سيكا وعبد الرحمن وبيضربهم بومف جديد وفجأة بيغمى على عبد الرحمن من الضرب وبيخاف حربي جدا ساعتها وبيستغل سيكا انشغال شيخون ورجالته مع عبد الرحمن وبيغرب وبيروح سيكا لإسم الشرطة عشان يبلغ عن الحربي وشيخون وبيطلب من الضرب يعمل مكالم التليفون وبيتصل بسماحه وبيقولها ان حربي وشيخون قتله عبد الرحمن ووقتها بيتصل الضرب حسان بحزم وبيعرفه ان سماح اخت كبرى جالها تليفون من رأس البر فبيتحرك خالد على رأس البر هو وزميله وبعدها بيقعد كبرى في البيت وبيكون معا حنان مستخبية وعملين كمين عشان يشوفوا من اللي بيدخل البيت وبيخوف الناس لان كبرى مش مصدق قصة الجن والعفاريت وفعلا بيكتشف كبرى ان اللي ورا كل ده هو عم فرغالي ولي بيساعده طلعت فبيروح كبرى اللي بيت طلعت وبيضربه وبيطلب منه يديله حاجته لانه خلاص تكشف هو عم فرغالي وبيعودوا يحكوا الكبرى ازاي خطته الكل ده واوهموا اهل البلد عشان يصدقوا قصة الجن والبيت المسكون وبالتالي هيستفدوا منهم بفلوس كتير مقابل حمايتهم من الجن والعفاريت وبيطلبوا من كبرى ساعتها انه يسمحهم لكن كبرى بيقرر يقول الناس كلها حقيقتهم وبيقولهم انه مش والي ولا حاجة وانه طلعت وفرغالي استغلهم وضحكوا عليهم عشان ياخدوا من ورا خوفهم وجعلهم فلوس وفي نفس اللحظة دي بيوصل حازم وافراد الشرطة لرأس البر وبيسأل في كل حتة عن كبرى وبيكون معاه صورته عشان الناس تتعرف عليه فبيتفاجئ ان الناس بتقول عليه انه والي من اولاء الله ولما بيوصل البيت اللي كبرى قاد فيه بيلاقيه واقف بيتكلم مع الناس واول ما كبرى بيشوف خالد قدامه بيتصدم فبتمسك حنان قيد كبرى عشان تفضل معاه والناس ساعتها بتحمي كبرى من الشرطة وبيساعدوا يهرب زي ما ساعدهم وكشف لهم حقيقة طلعت وفرغالي فبيجري كبرى وحنان وبيدخلوا البيت وبياخد كبرى حكته كلها قبل ما يهربه ووقتها بيوصل لحزم خبر متعبد الرحمن فبيفهم ان كده كبرى هيرجع للقيارة تانية عشان اخوه وبعدها بيكون كبرى وحنان رجبه المركب اللي هيربه فيها وبيستغرب كبرى من جدعانة حنان معاه فبتقوله انه جدع وطيب ويستهل المساعدة وبيعرفها ان حياته في خطر الايام دي وخاف عليها وبيطلب منها تبعت رسالة صوتية لاخته سماح وتقولها فيها لما تكون لوحدها تتصل بالرقم بتاعها فبتتصل سماح في ساعتها برقم حنان ولما بيرد كبرى عليها بتعرفه ان عبد الرحمن مات وبعدها بيركب كبرى عربية دخلوا القيارة من الطريق الزراعي بيد عن الكمان وبيودع حنان بحزن عشان مش عايز يسيبها لكنه في نفس الوقت خاف عليها تتبهدل معاه وفي نفس اللحظة دي بيروح سيكا مع الشرطة للمكان اللي كان شيخون وحرب يخطفينه فيه هو عبد الرحمن لكن المكان بيكون فاضي وشيخون قاعد بيشتغل وبيقول للشرطة ان سيكا مسطول وبيتعطى المخدرات لكن سيكا بيحلف ان شيخون كذاب وبعدها بيتصل فتح بحربي من المستشفى وبيعرفوا ان عبد الرحمن في العناية المركزة ولسه عيش واكيد كبرى هيظهر عشان يشوف اخوف اي وقت فبيبلغ حربي شيخون باللي يارفه عشان يتحركوا على المستشفى ويستقبلوا كبرى لما يوصل وفي الوقت ده بتروح نجاة مديرة الدار تزور ايناس في المصحة اللي حابسها عزيز فيها وبتقولها انها تحاول تقنع عزيز يخرجها من هنا ويرحمها وبتقنعها تقوله على مكان الفيديو اللي معيها لكن ايناس بتعرفها ان عزيز سيبها عايشة عشان ما يعرفش مكان الفيديو وبمجرد ما يعرفوا هيقتلها وبيوصل بعدها الصحفيين والمرسلين الخاصين بجريدة جمال للمستشفى وبتوصل الشرطة كمان في نفس الوقت وبيتصل كبرى بسماح من تليفون في الكشك فبتعرفوا ان عبد الرحمن مش ميت ولسه عايش ولكن حالته صعب قوي وقارفت ان اللي عمل فيه كده حربي فبتاخد منها مامتها في اللحظة دي التليفون وبتكلم كبرى وبتقوله ما يجيش للمستشفى لان الشرطة والصحفيين في كل مكان ومستنينه يظهر ووقتها بيجي حازم وبيصعب عليه مناله ويمونهارة لكن بيتحكم في مشاعره عشان شغله وبيسأل سمحه ممتها عن كبرى فبيتدايقوا منه جدا وبيطلبوا منه يمسك ويحقق مع اللي حاول يقتل عبد الرحمن وبعدها بيوصل كبرى الحربي وبيمسكه وبيكتفه وبيهدده انو مش هيسيب حق اخوها يندمه وبيمسك المطوى وبيخرم بها ان حربي وبعدها بيروح كبرى البيت عزيز الخيال فبيليعمل حفلة كبيرة لضرر ايتام بتاعه عشان يدخل الحفلة محتاج يتنكر ويباني انو شاب غني فبيوقف عربية فخمة ركبها شاب غني وبيهدده عشان ينزل من العربية ويسيبها له وبيطلب من البنت اللي معه تفضل هي كمان وبيلبس كبرى البدلة اللي كان الشاب لابسها وبيدخل بعدها الحفلة هو والبنت ولما بيدور على عزيز في كل حتة في البيت بيلايف قطه وبيحاول يعتدي على بنت من بنات الظهر اسمها نادا فبيدخل عليه وبيفاجه وساعتها عزيز بيتوتر وبيدقي انو كبرى قدر يدخله بسهولة فبيعرفوا كبرى انو هنا عشان يطلب منو طلبه وانو لازم يبرقه من موضوع قاتل فرض الامن وقت سرقة البنك ووقتها هيديله هارد لو عايزه فبيرد عليه عزيز وبيحذره وبيقوله انو دخل في لعبة جبيرة ومش قدها لكنه هيحاول يخرجه من موضوع القتل فبيقرر كبرى يمشي ويسيبه لكنه بياخد معنا دا وهو ماشي عشان يحميها من عزيز وفي الوقت دا بيكونش هيخون قاعد مع اتنين داكاترة من المستشفى اللي فيها عبد الرحمن وبيحاول يرشي واحد منهم اسمه علاء عشان يقتل عبد الرحمن ويزل كبرى وفي الوقت دا بيكون حازم لسه مع اهل كبرى مستني يظهر وبيتصل في اللحظة دي كبرى على سماح فبيكبرى حازم انها ترد وتفتح الصوت عشان يسمعه وبيفضل كبرى يتكلم كتير وبيحكي عن ذكرياته وفجأة بيكلم حازم وبيعرفه انو شايفه دلوقتي وعارف انو مع اهله فبيتصدم حازم ساعتها وبيطلب من افراد الشرطة انهم يفتشوا المنطقة كلها لان كبرى اكيد في بيكم البيوت اللي قدام المستشفى ووقتها بيدخل كبرى للمستشفى متخفي في لبس دكتور ولبس كمامة بعد ما تأكد ان الشرطة سابه المستشفى وانشغله في التدوير عليه وبيدخل اخوه بيحضنه ووقتها بيلاه مامته موجودة هي كمان فبيحضنها وبيطلب منها تسمحه وتصدقه فبتطمنه انها مصدقه وعارف انو ما يقتلش وبتعرف انو لازم يمشي دلوقتي قبل ما حد يشوفه وهو خارج من القضاء مع مامته بيشوف الدكتور علاء هو داخل اخوه مع حق نفاضية فبيروح وراه وبيلحقه قبل ما يقتل اخوه وبيهدده بالمسدس عشان يقول مين اللي بعته لكن علاء بيندع الامن وبيتهم كوبرا انو عايز يقتله بدون سبب وفي اللحظة ده بيجي حازمه مع الشرطة وبيطلب من كوبرا يسلم نفسه ويسيب الدكتور لانه كده هيدخل نفسه في جريمة تانية لكن كوبرا بيقوله انو ما قتلش حد عشان يقتل تاني وبيعرفه انو الدكتور كان بيحاول يقتل اخوه لكن علاء بينكر اتهم كوبرا وبيقول الشرطة انو تهاجم عليه بدون سبب فبتدخل احسن ساعتها وبتطلب من كوبرا يهرب عشان لازم يثبت برأته بنفسه وبتحاول منال انها تبقى ادمامتها عشان خايف عليها وبيستغل الكوبرا اللحظة دي وبيحاول يهرب من المستشفى وبيلح وحازم وباقي افراد الشرطة لكن كوبرا بيكون ذاكي جدا وبيقدر يهرب منهم من خلال اسلاك الكهرباء وبينزل من سطح المستشفى وبيجري على العربية اللي معاه وبيركبها وبعدها بيعرض جمال في البرنامج بتاعه اللي حصل بعدما الصحفيين والمراسلين بتوعه صوره اللي حصل وبيتدايق رئيس حازم في الشغل من اللي حصل لان كده كوبرا مجرم خطير ولازم يمسكوه وساعتها بيتفق جمال مع مروة صحفية والمصورة اللي شغال عنده انها تعمله فيديوهن لكوبرا واحد تباين فينه مجرم والتاني تخلي الناس تحبه فيه لانه حاسس انه ممكن يحتاجه في يوم الايام ووقتها بيكون حازم قاد مع احسان وبيعرف انه مش اعداءها ولازم تساعدهم عشان تساعد ابنها لكنها بتقولوا انها ما تعرفش اي حاجة عن كوبرا فبيخلي حازم منال وسامح يدخلوا وبيسلمهم التليفونات بتاعتهم وبيعرفهم ان ماماتهم هتتحبس عشان هتطارد عن نيابة فبتدق منال منه وبتسأله عن السبب فبيعرفها ان المحامل اللي هيجيبوه هيبقى يقولهم عن السبب وبعدها بيحقق مع الدكتور علاء اللي بينكر تماما كل اتهامات كوبرا ليه وبيقول ان الكوبرا هو اللي كان مع الحقنة وبيمثل لكن حازم مش بيصدقوا وبيطلب من العسكري يدخلوا الحبس وبعدها بيتصل بيزميل وفايز الفضوميات وبيسألوا وصل ايه مع فرغالي فبيقولوا فايز ان فرغالي لسه بيلوعهم وبيقفل فايز المكالمة مع حازم وبيكمل تحقيقه مع فرغالي اللي بيكون مصمم ان الكوبرا هو اللي قتلوا ام حتاته وانه من ساعة ما وصل رس البر والمصايب بدأت تحصل فيها ووقتها بيكون كوبرا ماشي في قرية وبيروح لوحد من صحابه اللي اتعرف عليهم في السجن وبيكون اسمه سامير اللي اول ما بيشوف كوبرا بيجري عليه وبيحضنه وبيرحب بوجوده جدا وبيفهم ان الكوبرا وقع في مشكلة وبيكتشف كوبرا ان سامير فاتح محل فيه اجهزة كمبيوتر عشان اهل القرية يلعبوا في بابجي ويقعدوا عن نت وبيجي ساعتها واحد من اهل القرية اسمه بستويسي وبيكون مصامم ان الكوبرا هو دكتور الواحدة الصحية الجديد وبعدها بيقعد سامير مع كوبرا وبيطمنه ان القرية امان جدا وفي نفس اللحظة دي بيرجع بستويسي تاني وبيتكلم مع كوبرا على اساس انه دكتور لانه مش مقتنع بحاجة تانية غير كده وبيبدأ يطلب منه استشارات طبية فبيقول له كوبرا اي حاجة عشان يسيبه مويمشي وساعتها بيقدر سامير انه يتصل بسامحة عن طريل الانترنت وبيخلي كوبرا يتكلم معها لكنه ما بيكونش قادر يسمعها بتقول له ايه والخط بيقطعه والمكالمة بتنتهي وبعدها بياخد سامير كوبرا مع البيت وعشان يقعد معاه وبيطمنه ان البيت امان ولكن لو حسب اي حاجة غريبة يستخدم الباب السر بتاعه وكلما بييجي كوبرا يقعد على كرسي يقع به ويتكسر وفي الوقت ده بتكون منال خايفة على عبد الرحمن لما يفوق لانها حاسة انه ممكن يكره كوبرا لان اللي حصله كان بسببه فبتقولها سمحني ده مستحيل يحصل لان عبد الرحمن بيحب الكبرى وشايفه حاجة كبيرة قوي وبتفكر منال ان اللي هي في دلوقتي بسبب كبرى وهو اللي خلاها توصل انها تبقى مدرسة في مدرس ولاد الاغنية ومن غيره ما كانتش هتعرف تعمل اي حاجة ووقتها بيروح لشيخون واحد من رجالته وبيعرفوا انهم وصلوا لمكان بنته مي فبيطلب منه شيخون يجهز كل الرجال عشان عندهم مشوار مهم بالليل ولما بييجي الليل بيجم شيخون ورجالته على المكان اللي مخطوفة في بنته واللي بتعرف انها مزرعة عزيز الخيال وبيقدر شيخون يخرج بنته وينقذها وبعدها بتستدع الشرطة عزيز وبيسأله عن سبب ضرب النار اللي حصل في مزرعته فبيقول الظابط ان دول اكيد حرامية وده بيحصل كتير ووقتها بتكون جودي متضايقة ومش عايزة تروح المدرسة وبتقول لبابا حازم انها مش تقدر تروح المدرسة ومسمنال مش موجودة وتاني يوم الصبح لما بيصحى كبرى من النوم بيتفاجئ ان البيت مليان ناس فبيروح لسامير وبيسأله عن اللي بيحصل فبيعرفوا ان الناس دي كلها اقتنعوا ان الدكتور بسبب بستويسي ولو ما كشفش عن الناس دي هيبلغوا الشرطة انه نصوا ببيتصدم كبرى من اللي بيحصل وبيضطر يوافق وفي اسم الشرطة بيعرف حازم من زميله ان في حد بيساعد كبرى محترف في استخدام الانترنت لان في شخص اتصل بسماح بعنوان مكان مشفر وبالليل بيكون كبرى قاعد مع سامير وبيعرف منه انه شاطر في الانترنت جدا وبيقدر يوصل لأي حد فبيطلب منه كبرى يوصل لشخص اسمه عزيز الخيال وفي الوقت ده بيدخل الممارد فرج على اناس وبيزع لعيشة زميلته عشان لقاها قاعدة مع اناس وبيطردها برا القوضة وبيعرف ان هو بس المسؤول عن اناس وبتهدد اناس ساعتها فرج انه لو قرب منها هتقتله لكن فرج بيعرفها ان هي اللي هتموت لو اتكلمت عن عزيز بي تاني وتاني يوم بيقول سامير لكبرى انه قدر يهكر تليفون عزيز وعرف انه على طول بيكلم شخص اسمه جميل وهكر تليفونه هو كمان وسمع بلوي منه مما الاتنين وبيروحوا بعدها لمحال الكمبيوتر بتاع سامير وبيسألوا الكبرى ساعتها هيكلم اهله ازاي فبيقولوا سامير انه فيه برنامج اسمه vbn وده برنامج بيشيله من على شبكة البلد اللي هو فيها وبيحطه في شبكة بلد تانية فبيتصل الكبرى بسماح وبيعرف منها انه مامته في الحبس فبيدق ساعتها وبيطلب منها ما تقولش الجزء فاتحي على اي حاجة بينهم والوحيد اللي ممكن تستأمنه هو وسيكة وبعدها بيتصل الكبرى بعزيز وبيسأله وصل لايه في اللي طلبوا منه لانه دلوقتي بيعرف عنه اكتر من الموجود في الهار فبيقوله عزيز ان الموضوع بياخد وقت وفي اسم الشرطة بيكتشف حازم من تسجيلات كاميرات المراقبة ان الدكتور علاء كده فبيقوله علاء انه اضطر يامل كده وقالها يموت لكن حازم بيطمنه انه لو اعترف هيحطه في سجن تاني بيد عن اي خطر ولما بتروح سمحت زور مامتها احسان بيجي محامين جابهم كبرى عشان يخرجوا مامته من الحبس لكن احسان بترفض ان المحامين دول يساعدوها لانهم جايين من مال حرام وساعتها بيهجم على كبرى وسامير وهما بيتمشوا مسلحين وبياخدوهم للعمدة وبيكون العمدة مدائي جدا من سامير وبيخليه يمشي وبيسيب كبرى وبيكون فاهم من اهل القرية انه كبرى دكتور وبيحكيله عن حالة بنته نسمة غريبة وانه بقالها اسبوع مش بتتكلم ولما كبرى بيحاول يفاهمه انه مش دكتور بيتعصب عليه وبيهدده انه هيخرجه من القرية بتهمة كبيرة ويدخله السجن لكن هيكون في حمايته وما حدش هيقدر يتعرض له لو خلى بنته تخف وبياخد العمدة كبرى لقودة بنته فبيشترت كبرى عليهم ان يدخل واحده لنسمة عشان يعرف يكشف عليها كويس فبيوافق العمدة وبيدخل كبرى لنسمة وبيحاول يخليها تتكلم معاه وفعلا بتتكلم نسمة ساعتها وبتقول لكبرى انها بتمثل انها فقدت النطق عشان مش عايزة تتجوز المجاهد ابن عمها لانها نفسها تكمل تعلمها وتروح القيارة وتشتغل فبيتفق معها كبرى انها تقول ابوها انها خفت على ايده وهو هيخلصها من مجاهد خالص وفي نفس اللحظة دي بيدخل العمدة عليهم ولسه هيتخاني مع كبرى عشان ما قدرش يعالك بنته نسمة ساعتها بتتكلم وبيفرح العمدة جدا وبيحضن كبرى وبيجمع العمدة كل الناس وبيقولهم انه كبرى دكتور معجزة فبيحاول كبرى يفاهمه ان نسمة فقدت النطق بسبب الصدمة ولو اتصدم التاني هترجع تتعب تاني وبعدها بيتفق شيخون مع واحد من الرجال تسمع عوض انه يدخل السجن مكانه ويسلم نفسه لانه الدكتور اعترف وقال ان هو اللي حرضه يقتل عبدالرحمن اخو كبرى ومقابل ده هيدخل ولاده ومدارس اجانب ويصرف عليهم فبيوفق عوض على طول وبيروح لحزم اسم الشرطة وبيعترف على نفسه انه هو اللي اتفق مع دكتور علاء انه يموت عبدالرحمن ولما بيجي حزم يواجه الاتنين ببعض بيلايه الدكتور علاء غير اقواله وقال انه اتفق مع عوض مش يخون وبليل بيتصل كبرى بسماح وبيعرفها انه بعت ناس ينقلوا عبدالرحمن لمستشفى تانية فبتستغرب جدا وبتعرفوا ان مامتهم رفضت المحامين اللي جابهم عشان جايين بفلوس حرام ووقتها بيدخل سامير على كبرى وبيعرف منهم انه العمدة مخليه فتح العيادة غصب ومقعدوا فيها وفجأة بتيجي نسمى للعيادة وبيتخد كبرى وسامير لما بيشوفوها فبيمشي سامير وبيسيبهم لوحدهم وساعتها نسمى بتقول الكبرى انه ما خلصهش من موضوع مجاهد زي ما وعدها فبيتطمنى ان فيه خطة في باله لو نجحت مجاهد مش هيفكر فيها تاني فبتفهم نسمى ان الكبرى ناوي يتجوزها لكن مش ده اللي كان يقصدوا كبرى اصلا وفجأة بيدخل عليهم واحد من اخوات نسمى وبياخدها عشان ما تقعدش الوحدة كتير عنده كبرى ووقتها بيكون سماح ومنالة عند عبدالرحمن في المستشفى اللي نقلوا كبرى فيها وبيانبهر فتح من شياكة ونظافة المستشفى وبيجي سيكا ساعتها وكمان عشان يتطمن على العبدالرحمن وبيحاول فتح انه يعرف ايه معلومة منهم عن كبرى ولما بيصحى كبرى من النوم بيلاقي العمدة ورجال توقفين حواليه وبيكون عايز يعرف منه وليه نسمى هتتعب تاني لو اتجوزت مجاهد فبيجذب كبرى وبيقوله ان مجاهد اتحرش ببنته فبيتصدم العمدة ساعتها وبياخد كبرى عشان يواجه بمجاهد ووقتها ما بيفهمش مجاهد حاجة فبيبانى علي انه فعلا اتحرش بين اسمه فبيصدق العمدة كبرى وبيعرفون دلوقتي بقى اهم شخص في القرية ويقدر يعتبر نفسه زي ولاده وبعدها بيزور صقر واحد من رجال تشايخون حريقة وشددة اللي دخلوا السجن وقت سرقة البنك وبيعرفون فيه طريقة معينة هيقدروا يوصلوا بها الكبرى ده غير الفلوس ونصبهم من السرقة للحد دلوقتي ما اخدوش منه حاجة وبيعرفوا انهم عارفوا من السجن ان كبرى لما كان مسجون كان ليش الا واكيد دلوقتي عند حد منهم خصوصا انه راح لطلعت اول واحد لما وقع ودلوقتي ممكن يكون عند سامير بابجي وبيقوله صقر انه لو دور على سامير اكيد هيلاقي كبرى عنده وبيليل بيلاقي كبرى وسامير انه فيه ضرب نار عليهم وبيكتشف كبرى انه اللي بيعمل كده هو مجاهد وبياخد منه سلاحه وبيهدده به وبيروح للعمدة هو وسامير وبيسلمه مجاهد وفي الوقت ده بناكتشف ان فاتح متجاوز واحدة تانية على سماح وبياخد فلوس سماح عشان يصرفها على امراته التانية وبيعرفها انه مستحمل سماح بس عشان ياخد منها الفلوس اللي يتاخدها من كبرى لما يظهر ياما يدور عليه ويساعد شايخون وحاربي مقابل الفلوس لانه في الحالتين مستفيد ووقتها بيكون شايخون عند حربي وبيحاول يوسيه ويهديه بسبب اللي حصل لعنه من كبرى وبيكون كبرى قاعد ساعتها يتفرج على فيديوهات جمال عنه وفاجأة بيليه نسمة دخل عليه من الشباك وبتوقع تتكلم مع برومانسية وحب وبتحاول تقنع كبرى انهم لازم يتجوزوا وفاجأة بيليه العمدة بيخبط عليهم فبيحاول كبرى يخب نسمة في اي مكان وبيروح يفتح الباب للعمدة وبيطلب منه وقتها انه يساعده لانه مش كويس فبيوعده كبرى انه يساعده عشان يخلص منه ويمشيه وتانيهم بيقعد سامير مع كبرى وبيفرجوا على فيديوهات جميل وعزيز وهم قاعدين بيبتزوا وبيستغلوا بنات الدار فبيتعصب كبرى وبيكون عايز يبلغ دلوقتي على عزيز لكن سامير بيهديه وبيعرفه انه لازم ياخد من عزيز اللي هو عايزه وبعد كده يقدر يبلغ عنه ويفضحه في كل حتة وينقذوا البنات دي منه ووقتها بيطقص الحرب بفتحي وبيسأله اذا كان عارف مكان كبرى وبيكون متعصب جدا وبيهدد فتحي وبيقولوا انه في خلال يومين لو ما جابلوش كبرى هيامل في نفس اللي حصل عبد الرحمن وبعد شوية بتيجي سماح للعمارة اللي فيها شاقتها لمأجراها عشان واحدة من الجيران اتصلت بها وتخانقت معيها لان حمام شاقتها بينقط ماء على حمامها فبتتصدم سماح ساعتها لما بتلاقي فتحيه ولمأجر شاقتها وضحك عليها ومفاهمها انه مأجرها لناس معرفة وبتتصدم اكتر لما بتلاقي متجوز عليها وبتتخانق معها وماراته التانية لكن ماراته التانية بتعير سماح انها مش بتخلف ووقتها بيوصل ساقر للقرية اللي فيها سامير وبيسأل اهل القرية عن المحل بتاعه وبيستنى ساقر اللي يهل عشان يهجم على كبرى في البيت اللي قاعد فيه وبيهدده بالمسدس اللي معاه وبيقول له كبرى انه جيله عشان ياخد منه ونصيبه من فلوس البنك اللي سرقوها فبيفهم كبرى ساقر بيخون شيخون وبيلعب من وراءها فبيتخاني معه وبيضربه وفي نفس اللحظة دي بيلاقي كبرى نسمة بتخبط عليه وبتطلب منه يتجوزه عشان مش قادرة يتفكر في اي حد تاني غيره وبتعرض عليه يتجوزه ويعيشه سوا فبيتصدم كبرى من طلبها وفجأة بيلاقي مجاهد بيجمع اهل القرية وبيقوله مني نسمة موجودة عنده كبرى في بيته فبيخب نسمة وبيخرج المجاهد وبيتخاني معاه لكن العمدة لما بيجي بيفضل يزاع على اللي بيحصل وفجأة الباب بيتكسر وبيشوف العمدة بنته نسمة وهي عنده كبرى في البيت فبيتصدم صدمة كبيرة وبيحس ان شرف وضعه وتفضح وبيهدد كبرى انه هيقتله عشان ينظف شرفه فبيضطر الكبرى ساعتها يقول انه بيحب نسمة فبيفرح العمدة وبيعلن يوم الخامس الجاي فرح كبرى وبنته نسمة وفي الوقت ده بتكون احسان في الحبس لسه وبتكون تعبانها جدا وبتندق على كبرى وبيخافوا ساعتها الستات اللي معا في الحبس وبيندهوا على العسكري عشان يساعد احسان ووقتها بيكون حازم عامل اجتماع مع زميله وبيعرفهم على المجموع اللي كانوا صحاب كبرى في السجن وبيكون شاكك انه ممكن يكون مستخبي عند حد منهم لانهم لما لقوا اخر مرة كان عند طلعت وفي الوقت ده بيحاول كبرى يخب ساعت فبيشوفوا ساعتها سامير وبيخاف وبيعرفوا انه مش يقدر يخبيه ويخبي معاه جثة كمان فبيحاول كبرى يهديه وبيطلب منه يساعد انهم يخبوا جثة ساعت فبيقولوا سامير انهم لازم يلفوا بالسجادة ويعملوا نفسهم رايحين يخسلوا السجادة عشان يقدروا يخرجوا بيه من البيت ومحد الشك فيهم ولما بيخرجوا بجثة ساعت ملفوفة في السجادة بيوقف اهل القرية كلهم كبرى عشان يبركلوا على جوازهم النسمة وبياخدوا منهم السجادة من غير ما يحسوا وبعد ما بيمشوا بيكتشف كبرى وسامير ان السجادة اختفت وبيدوروا على السجادة لحد ما بيلاقوها وبيروحوا للترعة وبيرموا فيها جثة سقر بالسجادة وساعتها بيسأل سامير كبرى ازاي قتل سقر فبيعرفوا انهم مقتلوش وجات فيه رصصة بالغلط ووقتها بيكون سيكا قاد مع غرام حبيبته وبيشوفوا سوا الفيديو بتاع جمال عن كبرى وبيعرض مليون جنيه مكافأة للي يوصلوا فبيتصدم سيكا وبيخاف على كبرى وبتقترح عليه غرام انهم يطلعوا في باس مباشر على تيك توك عشان يتكلموا عن كبرى ويدفعوا عنه بما ان عندها متابعين كتير وبيطلع فعلا سيكا يتكلم عن كبرى وبيقول الناس انه مستحيل يقتل وان الجمال ده مش بيقول الحقه كذاب وبعدها بيوصل جمال لسيكا وبيخلي رجالته يمسكوه وبيهددوا انه هيلبسوا قضية هو وغرامة عن الكلام اللي قالوا عنه فبيقولوا سيكا ان غرام ملياش دعوا بحاجة لكن جمال بيعرفوا ان الغرام لو ما مسلحتش الفيديو ده هيتنادم وساعتها بيكون سماحوا منال في المستشفى مع مامتهم وبتقول منال لسماح انها لازم تطلق من جوزها وفي نفس اللحظة دي بيتس الكبرى فبترد عليه منال عشان تقولوا نوم كويسين وبخير عشان خايفة كبرى يجي للمستشفى والشرطة تعرف تاني وفجأة حالة احسن بتتدهور جدا وبعدها بيكون سماحوا منال في جنازة مامتهم لانها ماتت في المستشفى وبيجي حزم وقتها عشان يعز منال لكنها بتتعامل معها بحدية وبتكون نجاها عند اناس في المصحة وبتقولها ان جمال شكله مش كويس وبتوريها الفيديو بتاع سيكا وغرام فبتطلب منها اناس انها تسيب لها الموبايل بتاعها المراضي وفي الزيارة الجاية تدهولها فبتوافق نجاة لكن بتحذرها ان حد يشوفه معيها وبالليل بتوصل اناس لرقم غرام من خلال التيك توك وبتعرفها انها تعرف حياة كتير عن جمال اللي تكلموا عنه وممكن يساعدوا كبرى وبتطلب منها تيجي تزورها في المستشفى عشان مش تقدر تتكلم معه في تليفون اكتر من كده ووقتها بيقدر واحد من رجالة شيخون انه يوصل للقرية اللي فيها كبرى وبيبلغ شيخون بمكانه وتاني هم بيكون جمال وعزيز خطفين سيكا وبيسألوا عزيزة عن اللي بين شيخون وحربي وكبرى فبيقولوا سيكا انه جعانه هيتكلم لما هيكل وبيروح الزابط حسام اللي واحد زميله بيخدم في القرية اللي فيها سمير وبيعرفوا انهم شاكين انه يكون كبرى مستخبى عنده لكن عايزين التحريات بتاعتهم تكون في السر وبعد شوية بيتصل حسام بحازم وبيعرفوا انه يتأكد خلاص انه كبرى عند سمير وبالليل بيكون فرح كبرى على نسمة بنت العمدة واسناء ما الفرح شغال بيوصل شيخون ورجالته وبيتصدم كبرى لما بيشوفهم فبيحاول يهرب وبيطلب من سمير يداري عليه وبيقدر كبرى انه يهرب من القرية وبيروح لبيت جنب القرية بشوية وبيطلب من نادي صاحب البيت انه يستخدم التليفون لكن نادي ساعتها بيقفل الباب في وش كبرى وفجأة سلين مرت نادي بتفتح الباب تاني وبترحب بيلي انها فاكرات طبخ اللي كلمها عشان الشغل فبيجدب عليها كبرى وبيقولها انه الطبخ فعلا ولما بيدخل البيت بتعرفه سلين انه جوزها مريض بالزهايمر لكن نادي بيكون شاكك في كبرى وبيقولها انه نصابه كداب فسلين مش بتصدقه عشان عارف انه بينساو مريض وتانيوم الصبح بتوصل الشرطة للقرية وبيعرف حسام وحازم انه كبرى مالوش اي اثر هو وسامير وبيستغربوا هرب وامتى وازاي وتحرياتهم معانهم كانت سرية ولما بيحقق حازم مع العمدة بيقولوا ان الشخص اللي بيدوروا عليه مستحيل يكون قاتل ومجرم لانه دكتور محترم واهل القرية كلهم عارفينه ومبرح بالليل جي ناس غريبة بعربيات وكانوا عايزين يقتلوهم وفي الوقت ده بيطلب سيكة من غرام انها تمسح الفيديو اللي نزلوه عن كبرى وجمال لكن غرام بترفض لان الفيديو جاب مشاهدات كتير وبعدها بتتصل غرام بيناسه وبتعرف انها مش تقدر تزورها في المصحة عشان منعين عنها زيارة نهائية ووقتها بيكون كبرى في المطبخ بيطبخ وبيحاول يتعلم المفروض يطبخ ازاي من برامج الطبخة عشان محدش يكشفه ولما بيخلص الاكل بيقدمه لنادي امراته والغريبة ان الاكل بيعجبهم جدا وبينباهروا به ووقتها جرس الباب بيخبط فبيصر كبرى انه يروح يفتح وبيلاقي الطبخ الحي فبيهدده وبيخوفه عشان ما يجيش هنا تاني ولا يتصل بيهم وفي الوقت ده بيكون سيكا مع حربي وبيتكلم معه بخصوص اللي حصل مع كبرى عشان يوقعه في الكلام ويخليه يقول انه هو اللي قتل فرد الامن وبنعرف ان دي خطة جمال ومخالي سيكا يسجل كلام حربي وبعدها بيكتشف سيكا ان الجمال كان بيلعب عليه هو كمان والتسجيل كان مباشر من الحفظ عشان سيكا ما يخدوش ووقتها بيفوق عبد الرحمن من الغيبوبة وبيروح له سماح ومناله وما فرحانين انه اخيرا فاء لكنه بينهر وبيزعل لما بيعرف انه مامته ماتت وساعتها بيشوف كبرى عربية قديمة ماركونة فبيقوله نادي ان دي تحفة من التحف بتاعته وما فيش زياء دلوقتي فبيقرر كبرى انه يصلح العربية ويفرح نادي وفجأة بيلاقي نادي بيتكلم معه على انه فريد ابنه فبيتأثر كبرى جدا وقتها وبيعتذر لسلين اذا كان وجوده دايقهم لكن سلين بتقوله انها ما شافتش نادي بيتحرك وسعيد من بعد ما فريد ابنهم ميت فبيطلب منها كبرى تعتبر ابنهم لانه ما شافش طيبة وحنان زي اللي شافها معهم من ساعة مسبة اهله ولما بيصلح كبرى العربية بيخلي نادي يسوقها وبيخرج معه عشان يفرحوا وبعدها بتتصل سلين بالمكتب اللي جاب لها كبرى عشان تعرفهم انه طباخ محترم وشاطر لكن المكتب بيقولان التباخ بتاعهم رجع من عندهم مضروب فبتتصدم سلين ساعتها وبتروح للقوضة اللي قاد فيها كبرى وبتفتش في حكته عشان تعرفه مين فبتلاقي في شنطته مسدس وفي اللاحظة دي بيدخل عليها كبرى وبيشوف المسدس معيها لكنه بيقدر يهديها وبيقعد يتكلم معيها وبيحكي لها كل اللي حصل معه انه مظلوم فبتصدقه سلين وبيصعب عليها وبتطلب منه ما يستخدمش المسدس ابدا حتى لو هيدفع عن نفسه وبعدها بيتصل كبرى بسامير فبيعرفه سامير ان اسمه بقى في كل حتة ولازم يغير اسمه ويسافر برا البلد وفي الوقت ده بيروح سيكا الغرام اسم الشرطة لان جمال بلغ عنها انها بتشتغل في الضارة على الانترنت وبيروح جمال لعزيزه وبيوريد تسجيله لسجيله الحربي وبيعرفه ان كده ما بقاش محتاجه في حاجة ولو مدلوش المبلغ اللي هو عايزه هيسجنه لان كل فضايحه بقت في ايدي دلوقتي فبيتصدم عزيز من اللي جمال عمله معاه وبعدها بيكون جمال في مكتبه وبتستغرب مروه لما بتشوف تسجيل حربي وبتسأل جمال ساعتها ليه بيقوله عن كبرى ان قتل وهو ما قتلش بيفهمها انهم لازم يقوله للناس اللي عايزة تسمعه وفي نفس اللحظة دي بتكون منال ماشى في الشارع وفجأة بيقى في ميكروباس وبينزل منه اتنين وبيخطفوها وبنعرف ان اللي عمل كده هو شيخون وبيقول لما نال انها تفضل هنا لحد ما اخوها يظهر وبيروح سيكا يقابل سامير بعد ما اتصل بيه وطلب يقابله وبيديله بطاقة وجواز صفر وبالليل بيلبس كبرى بدلت فريد بتاعت البحرية لانه كان قبطان ومات في البحر ولما بتشوفه سلين بالبدلة بتعيط وبتفتكر ابنها وبتطلب من كبرى ياخد البدلة ويحتفظ بيه عشان يفتكرهم وبيروح بعدها كبرى عشان يسلم على نادي وبيقوله انه عارف انه هينسا كمان شوية يجي زي ما اتفقوا لكن سيكا لما بيوصل بيكون مش عارفه وبيستغرب جدا من شكل كبرى في البدلة وبيعرفوا انه بقى شبه الممثلين اللي في الافلام الاجنابي وبيديله البطاقة وجواز الصفر اللي اخدهم من سامير فبيطلب كبرى منه انه يقول لمامته انه هيرجع لها تاني وهيخليها فخورة بيه فبيودع سيكا بحزن وخاف من اللحظة اللي كبرى يعرف فيها ان مامته ماتت وبعدها بيطلع كبرى على السفينة اللي هيسافر عليها لبنان فبيتصدم الموظف لما بيشوف جواز الصفر بتاع كبرى وبيطلع سامير عملهوله باسم آلة نادي اللي كان قاعد عنده وبيرحب بيه الموظف جدا ده غير القبطان ومساعدينه اللي برضو بيرحبه بكبرى ترحيب كبير وبيستغربوا ان القبطان نادي كان عنده ابن تاني غير فريد وبعدها بيلحظ قبطان انه الكبرى مش فاهم اي حاجة في معدات السفينة وبيبدأ يشك في انه مش قبطان اصلا وفي الوقت ده بيروح شيخون لجماله وبيهدده لانه عارف ان يسجل لاخوه عشان يهددهم ولما بتنزل سماح من البيت عشان تروح اسم الشرطة تبلغ عن غياب منال بتلاقي واحد من رجالة شيخون مناعة تخرج من العمارة وفي الوقت ده بتكون منالة على باب اسم الشرطة لكن فجأة بيغم عليها وبيشوفها حازم وبيخاف عليها جدا وبيرجع شيخون لحربي وبيتخاني معاه بسبب غباءه وبيعرفوا ان عائل زي سيكا دحك عليه واستغفله وفجأة بيدخل عليه حازمه مع الشرطة وبيقبضوا عليه وفي الوقت ده بتوصل السفينة لبنان وساعتها كبرى بيقرر يقول للقبطان انه مش ابن نادي فبيتصدم القبطان ساعتها ولما بيوصل كبرى للبنان اول حاجة بيعملها انه بيروح يدور على صلاح سلطة وده واحد من صحابه اللي تعرف عليهم في السجن فبتقول واحدة من الجران انه دلوقتي في اسم الشرطة فبيروح كبرى للاسم وهناك فعلا بيلاقي صلاح محبوس وبقى المحبوسين بيضربوه وبيكون كبرى مش عارف يعمل ايه ويتصرف ازاي لانه جاي لبنان عشان يستخبع عنده فبيعرفوا صلاح انه مفتاح بيته تحت الدواسة ولما بيروح كبرى لبيت صلاح مش بيلاقي المفتاح تحت الدواسة فبيضطر يكسر الباب وبيتفاجئ من شياكة وحلوة البيت وساعتها وجرس الباب بيرن ولما بيفتح كبرى الباب بيلاقيها بنت وعايزة صلاحه بتدور عليه وبيتصدم لما بيعرف ان البنت دي بتحب صلاحه دايبة فيه وشوية وبتيجي بنت تانية تسأل على صلاح برضو وبتكون منهارة عشان سلاحز علان منها وفي الوقت ده بيحاول عزيز يهادد سيكا عشان يديله التسجيل اللي فيه اعتراف حربي لكن سيكا بيقوله انه جمال صور التسجيل مباشر ومحطش غيره مع التسجيل ده وبعدها عزيز بيقعد مع مروه وبيحاول يغريه عشان تكون معاه وتسرق له التسجيل بتاع حربي وهو يخليها موزيعة مشهورة ومعروفة لكن مروه بتعرفه ان الجمال مش سهل وفي اسم الشرطة بيكون حازم بيحقق مع سمير وبيقول سمير لحازم انه ما عرفش اي حاجة عن كبرى وبعدها بيروح حازم لشيخول في الحبس وبيعرف انه خلاص قرى بيقع لان قضية منال مش هيقدر يخرج منها وهيسجن هو اخوة على كل حاجة عملوها وفي نفس اللحظة دي بيجي احسام وبيبلغ حازم ان السلاح اللي مات بيه صقر ظهر وعليه بصمات كبرى وتانيهم بيعرف سيكا من المحامي بتاع غرام ان فيه بنات شاهدوا عليها وبقى موقفها في القضية صعب وبعدها بيروح حازم لرئيسه في الشغل بعد ما طلب يشوفه وبيطلب من حازم ساعتها انه يسيب قضية كبرى وياخد اجازة لانه فشل في القبض عليه ولما بيصحى كبرى من انهم بيلاقي حواليه مسلحين وبيهددوا بالمسدسات اللي معيهم وبعدها بيليه نفسه في بيت تاني وبيتصدم لما بيعرف ان المسلحين دول بنات ورئيستهم بنت واسمها كارولين وبتسأل كارولين كبرى عن البضاعة بتاعتها فبيستغربوا بيعرفها انه من السلاح سلطة المعروفة عندهم باسم فاتوش وانه صاحبه بس وجاي يقعد عنده شوية وبيطلب منها ترجع له الهارد اللي اخده منه فبتفهم كارولين ان الهارد مهم جدا عنده وبتقرر تقوله انها مش هتسلمه له الا لما يسلمها صلاح وبعدها بيروح كبرى لإسم الشرطة وبيخرج صلاح وبيتفعله كفالته وبتكون كارولين معاه وبتسأل صلاح عن البضاعة فبيقول لها ان الشابيب الجسمي اخدها منه فبتتصدم كارولين ساعتها وبعدها بيروح كبرى وصلاح لمطعم وبيسأله عن الستات اللي بيحبوه مقطعين نفسهم عليه فبيقوله صلاح انهم بيموتوا فيه بسبب وسمته وده بيخلي كبرى يتصدم ويستغرب لان الصلاح مش وسيم وبيتفقوا سوا انهم يهجموا على الشابيب الجسمي عشان يرجعوا البضاعة بتاعة كارولين لكن رجالة الشابيب بتهجم عليهم بالمسدسات وكبرى بيقدر ياخد البضاعة والفلوس وبيروح هو وصلاح لكارولين وبيوريها كبرى شنطة الفلوس والبضاعة فبتنبهر ساعتها كارولين من شجاعة وقوة كبرى وبعدها بيوصل حازم للبنان وبيقابل صاحبه المقدم فارس وبنعرف ان حازم جي لبنان عشان عارف ان صلاح عايش في لبنان وشك ان كبرى يهرب ورحله وبيقابلوا واحد زميل فارس وبيوريهم اخر فيديو لصلاح وهو بيسرق الشباب الجسمي وبيكون كبرى ظهر في الفيديو فبيتأكد حازم ان كبرى فعلا مع صلاح ووقتها بيجهز عبد الرحمن عشان يخرج من المستشفى وبتعرفوا سماح انهم يروحوا شاقتها عشان بيتهم ما بقاش امان وكل شوية رجالة شيخون يروحوا لهم ولما بيوصلوا للشقة بيتخانق معهم فتحي ومراته وساعتها فتحي بيقرر يقول لعبد الرحمن ان شيخون خطف اخده منال فبيتصدم عبد الرحمن وبيمشي بسرعة وبيروح لشيخون عشان يتخانق مع لكن حاربي بيوقفوا وبيعرفوا ان العمل كده جمال وبيوريه صور منال ان نشروها عن التليها يا اوي اريانا وبيعرفوا انهم عملوا فيها كده لما كانوا خطفينها وساعتها بيجبر حرب رجالة انهم يشامموا عبد الرحمن هيروين ووقتها بتكون مروة قاعدة مع عزيزه وبتوافق انها تشتغل معاه لكن بشرط ان جمال يتسجن الاول عشان لو اعرف انها خانته هيقتلها وبعدها بيكتشف جمال ان مواقع التواصل الاجتماعي كلها ضده وفيديوهاته كلها بتتصرب فبيتصل بمروة وبيتخانق معاه وبيعرفها ان كل اسرار المكتب عن نت وده معنى ان فيه حد خانه وسطهم فبتحاول مروة تهديه وساعتها بيجي سيكا وبتكون مروة هي اللي كلمته عشان تساعده انه يخرج غرام القضية اللي عليها وبتوريه كل الورق والشيكات اللي دفعها جمال البنات اللي راحوا شهدوا على غرام فبيفرح سيكا جدا وقتها وبعدها بترجع سماح للشقة ومعها مرات فتحي التانية بعد ما ولدت ودفعت لها فلوس الولادة واتفقوا سواهم الاتنين عشان يطردوا فتحي وبتعايت مراته وقتها وبتطلب من سماحناها تسامحها لانها ما كانتش تعرف انها طبيبة وهتساعدها لان فتحي فهمها انها ستشريرة وما تتعشرش لكن طلع هو لندل ورمها في المستشفى من غير فلوس وفي الوقت ده بتوصل نجال سماح وبتطلب منها تساعد ناسه وبتحكي لها حكاياتها وبتعرفها ان كبرى معايا حاجة تخص عزيز وفي ايده ينقذ البنت دي وغيرها من عزيز وفي لبنان بيكون كبرى مع كارولين وبيبان عليها انها معجبة جدا بكبرى وفجأة بيجي الشابيب الجسمي وبيهدد كبرى فبيتخاني معا كبرى وبيحاول يهرب هو وكارولين لكنهم بيتفاجئوا بالشرطة قدامهم وبتقبض عليهم وبينزل حازم من العربية وبيتكلم مع كبرى وبيستغرب ساعتها ان حازم جاله لبنان فبيعرفهم هنا عشان يرجعوا مصر وياخد بنفسه عزيز ستة احسان مامته فبيتصدم كبرى ساعتها لكن حازم وقتها بيكتشف ان الشرطة اللبنانية هتسجن وتحاكم كبرى عشان العملوا على ارضهم وبعد كده يقدر حازم ياخده مع مصر وبيحاول بعدها يوصل لحل مع فارس عشان يسلمه كبرى ويساعده ووقتها بيكون عزيز في زيارة لدار الايتام بتاعه واول ما البنات بيشوفه بيخافه وبيتخضه خصوصا بنت اسماء خديجة فبيقرب منها عزيز وبياخده على جنب عشان يتكلم معيها وبيكون مدائي منها عشان بعت لها رجالته كذا مرة وهي رفضت تجيله فبتقوله بنبرد خوف انها مش عايزة اللي حصل يحصل تاني فبيعرفها عزيز انها هتروح مع غزبن عنها ومش هتفتح بقاب كلمة وإيه لما صرها هيكون زي اناس وبيسألها عن الفيديو اللي اناس صورتوله اذا كان حد تاني غيرهم شافوا فبتعرفوا خديجة انها ما تعرفش وبعدها بيعرف حزب من حسام من المحامي بتاعه شيخون خرجوا من الحبس ووقتها بيكون شيخون مدائي من حربي وده بسبب اللي بيعملوا مع عبد الرحمن لانه خاف يحصل له حاجة تاني وساعتها الحكومة مش هتسيبهم المراضي وبيقرر انه يخلي عبد الرحمن يمشي ولكن بيهددوا انه لو قال على اللي حصله هنا هيقتل اخواته البنات وتاني يوم بيلاي سيك عبد الرحمن مرمي في الشارع وبياخدوا البيت سماح وبيعرفها ان شاكله واخد مخدرات فبتتصدم سماح ساعتها وبتفتكره مدمن وفي لبنان بيروح هازم يزور كبرى في الحبس وبيعرفه انه لازم يخرج نفسه من التهم اللي عليه هنا في لبنان عشان يرجع مع مصر لان اخواته دلوقتي محتاجينه ولما بيعرف كبرى اللي حصل لاخواته من شايخون واخور بيتصدم والغضب بيتملكه فبيسلم عليه حازم ساعتها وبيكتشف كبرى انه سابله في ايده مفاتيح عشان يحرر بها نفسه ويهرب وبعدها بيستفز كبرى العسكري اللي قاعد بيرقبه وبيدخله مع بعض في صراع عنيف وبتتجمع كل العسكر على الصوت لكن بيقدر كبرى وصلاح انهم يضربوهم ويهربوا من الاسم وبيودع كبرى ساعتها صلاح عشان هيرجع مصر تاني وبيروح لحازم وبيطلب منه يرجع مع مصر وبعدها بيكون سيكا قاعد مع غرام بعد ما خرجها من الحبس بمساعدة مروة وبيطلب منها تقالي الفيديوهات على التيك توك عشان ما تتقزيش تاني وفي الوقت ده بيروح جمال مع المحامي بتاعه لتحيق نقابة الصحفيين لانهم يستدووا عشان هيقفوا عن العمل وبيكتشف ساعتها ان مروة هي اللي ورا كل ده وعرفته منه مشارك في ازيد غرامه كبرى واهله فبيطلب جمال من رئيس النقابة ان يقعد معه واحده ولما بيكونوا لوحدهم بيطلب منه يخلي التحققات دي سرية وفي المقابل هيوصلهم للرأس اللي عملت كل ده وبيعرف بعدها شيخون ان جمال اعترف عليه وعلى كل حاجة عملها والشرطة دلوقتي بتدور عليه فبيطلب من رجالته ويجهزوا عشان يواجهوا الشرطة لكن رجالة شيخون بيسيبوا له واحده ساعتها وبيرفضوا انهم يكملوا معاه او يواجهوا الشرطة عشانه وعلى السفينة بيتكلم حازم مع كبرى وبيقولوا ان المجرم الوحيد اللي كل ما يسأل عنه حد يشكر فيه فبيكون كبرى خاف ان منال بعد اللي حصل فيها بسببه تكون كرهته لكن حازم بيطمنه وبيعرفه ان منال بتحبه وبيتدفع عنه دايما ولما بيوصلوا مصر بيروح كبرى لقبر مامته وبيكون حازين جدا ساعتها وبيفتكر كل ذكرياته معاها وبعدها بيتكلم مع حازم وبيطلب منه انهم يحطوا ديهم في قدن بعض لانه معا قدل على الناس كبرى في البلد بتعمل مصايب وعشان كده بيلحقوه وبيهددوا باهله فبيوافق حازم وبعدها بيروح كبرى للمنال المستشفى وبيحضنها وبيطمنها انه هيرجع لها حقها وبتيجي سماح ياوسيكة وبيتفاجئوا بكبرى وبتفرح سماح جدا وبتجري عليه وبتحضنه وبتحكي له كل اللي حصل في غيابه وعن عبدالرحمن اللي مش في سكة المخدرات وبتديله رقم نجاة عشان قالت لها تقوله انها محتاجة في حاجة تخص عزي الخيال وبعدها بيكون كبرى وحازم وسيكة قاعدين مع نجاة في العربية وبتحكي الكبرى عن عزيزه اللي بيعملوا في البنات فبيتداء كبرى لان الهارد في لبنان فبتعرفوا نجاة انه يناس معا نسخة تانية من الفيديو اللي على الهارد وبعدها بيروح حازم لمدير المصحة اللي فيها اناس وبيعرفوا ان في حالة مجنونة لازم تدخل المصحة دلوقتي في اسرع وقت وبنشوف ساعتها كبرى قاعد على كرسي ومربوط فيه وسيكة لابس لبس الممردين وبيحذر الكل وبيقول لهم ان المريض ده مجنون وبيأكل البناء قدمين ولما بيشوف كبرى اناس ده من المرضى بيهجم عليها وبيمسكها وبيهدد الكل لو حد قرب منه هيقتلها وبياخدها وبيهرب من المصحة وبيمسل حازم ان هو يقبض عليه وبعدها بياخد حازم كبرى واناس لبيت سوسكا ودي واحدة من القبض عليهم زمان وبيطلب منها تخلي كبرى واناس قاعدين عندها شوية فبترحب بهم وبتجهز لهم اكل ياكلوا وبعدها بتتكلم اناس مع كبرى وبتقولوا انها عايزة تروح النيابة عشان تشهد ضد عزيز الخيال وبيسألها عن نسخة الفيديو اللي معاها لكنها بتفاجأ ان مش معا اي نسخ من الفيديو وكانت بتقول كده بس عشان تخلي عزيز يخاف وما اقتلاش وبعدها بيلاقي كبرى ان الناس وقفة على سور البلكونة وعايزة تنتحر فبيقعد جنبها وبيهديها وبيعرفها ان مش دا الحل فبتعيط وبتنهروا بتقولوا ان هو كان املها لكن بما ان ما فيش دليل كده خلاص الامر روح وبتعرفوا ان عزيز تعدى عليها هي وكل بنات الدار ورجالها تانية كمان من اللي شغالين هناك فبيطمنها كبرى ان هو يجيب حقها هي وكل البنات وفي الوقت دا بيروح عبدالرحمن لحربي عشان ياخد منه مخدرات ويتعطاها وتاني هم بيروح كبرى الجميل ومع حازم وسيكا وبيطلب حازم من جميل انه يفتح لابتوب بتاعه لكن جميل بيرفض ساعتها فبيضربه كبرى وبيخوفه وبيطلع مسدسه وبيهدده بيه فبيخاف جميله وبيفتح لابتوب بتاعه وبينقل كبرى كل حاجة على لابتوب للفلاشة اللي معاه ولما بيروح عزيز لبيته وبيلايه الخادمة بتديله ظرفه وبتقوله ان فيه شاب يساب له الظرف ده ومشي فبيلايه في الظرف ورقة مكتوب فيها انه مختصب ومع الورقة فلاشة ولما بيفتح الفلاشة بيلايه فيها فيديوهات للبنات الدار وما بيحكوا عمل فيهم ايه واختصابهم وتحرج بهم ازاي وبيتصل جميل بيه في الوقت ده وبيعرفوا انه كبرى والزابط حازم اخدوا كل الحاجات اللي ما كانت موجودة على لابتوب فبيتصدم عزيز ساعتها وبعدها بيروح عزيز لدار الايتام فبيلايه ان يتعلق في كل حتة ورق مكتوب على انه مختصب فبيناره وبيفقد عصابه وبيطلع للبنات يزعق لهم ويهددهم وفي اللحظة دي بيظهر كبرى ومع ايناسه وبييجي مع العزيزه وبيضربه وبيقوله ان هيدفع تمن العمل كله وبيخلي ايناسه والبنات يضربه وياخدوا حقهم منه وبياخد ايناس بعدها وبيمشي ولما بتوصل الشرطة للدار بيلايه عزيز مات من ضرب البنات فيه وبعدها بيروح كبرى للجمال وبيهدده بالمسدس انه هياخد منه حق كل كلمة قالها زور عليه وحق انه استغل جريمة بتحصل لبنات ابرياء عشان يكسب من ورهم فلوس فبيقوله جمال ان اي حاجة دلوقتي هيقوله له النيابة مش تاخد بيها لان كل ده تحت تهديد السلاح وفجأة بيلايه حزم قدامه فبيانهار جمال ساعتها وبيقولهم انه مش هيديهم لهم عايزينه مع ما يعملوا فبيقرر كبرى يعزبه وبيعتارف جمال ساعتها بمكان الفيديوهات اللي معه واللي تخص عزيزه حربي واعترفه بالقاتل وبعدها بيكون عبد الرحمن مع شيخون وبيتصل بحربي وبيتخاني معاشا ما كانش عايز حد يعرف مكانه وفجأة بيلايه على تلفزيون مروه وبتعرض اعتراف حربي بالقاتل وفي اللحظة هي بتقبض الشرطة على حربي فبينار شيخون ساعتها وبيتصل بكبرى من تلفون عبد الرحمن وبيهددوا انه هيئت الاخوه وينتق منه وبعدها بيقدر كبرى يوصل للمكان اللي فيه شيخون وبيرمي ملتوف في المكان وبيهددوا كبرى بالمسدس لكنهم في الوقت ده بيرموا مسدساتهم وبيدخلوا في الصراع عنيف مع بعض وبيطلع كبرى المطول معاه وبيقتل بها شيخون وبيعرفوا انه كده اخد حقه وحق اهله وبعدها بيوصل حازمه مع الشرطة وبيقبضه على كبرى وبيحضن عبد الرحمن كبرى وحزنه بيعيط وبعدها بيكون حازم قاعد مع مناله ومامته وبنته وبتقوله منالل انه كبرى غلبان ونفسها هياخد براءة لكن الموضوع هيكون صعب وفي الوقت ده بيعرض سيكا على غرام الجواز فبتفرح جدا انه اخيرا نتكلم وفي السجن بيكون حرب ومنهار وندمنع العمل وبعد خمس شهور بتكون محاكمة كبرى وبيطلب من اخواته يسمحول انه عمل كل حاجة عشانهم وكان نفسه يشوفهم سعداء واحسن ناس في الدنيا وبنعرف ساعتها هنتحكم عليه وهيروح السجن وبعد شهر بيهرب كبرى من السجن وبيروح للصحراء وبياخد منها الفلوس اللي خبها لما سرق البنك وبيقابل حبيبته القديمة بعدها وبتديله جواز الصفر اللي هيسافر به برا مصر معيها الفيديو ده كتبته قلاء غازي وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام